أيمن خليني أبدأ بك النهاردة ونتكلم عن بعض الأرقام الخاصة بمباراة مصر وكودفور وإن شاء الله أيضا مواجهة دور التمانية مع المغرب يعني يمكن الحمد لله الأهم حاجة في ماتش كودفور الرقم اللي الناس كلها طبعا تتكلم عليه قبل المباراة نفسها إزاي إحنا كعبين عالي أو كودفور وش السعد علينا دايما في أمام أفريقيا دلوقتي إحنا دي البطولة ممكن تبقى الخمسة لو مصر قدرت تكسبها عن طريق كودفور موجودة معنا سواء ستة وتمانين وتمانية وتسعين ستة أه يعني من سبعة من تمانية بقى لو كسبنا تبقى خمسة من تمانية كمان إن إحنا ضربات الجزاء في تمانية وتسعين مصر كسبت جون ندري السيد صد واحدة أهلتنا كنا ربع النهائي وقتها لأول دور بعد المجموعات كان كابت نادر اللي صد كانت كابت نادر الدور في 2006 في الفاينال الحضري كان صد كورتين ودلوقتي هو أبو جبل صد له برضو كورة يعني أما مش نادر نول هي ضاعت لأهول صدها فبرضو دي حاجات من الفال الكويس للمنتخب يعني بالنسبة لنا نتكلم عن المغرب نحن طبعا يعني الجيل بتاعنا تحديدا ما شافش مصر بتكسب المغرب في أفريقيا غير الماتش بتاع كهربا في 2017 ده برضو كان من الحاجات الكويسة وكان زي ما وقتها نقول العقدة وتفكت فأنا تمنى أنها تستمر لأن المغرب البطولة دي مقدم أداء كويس وأداء مميز جدا يعني دي الأرقام اللي العامة لكن لو علمتش نفس الطعام مصر أعتقد إحنا الاستحواز كان أكتر للكودفوارب بس إحنا كنا أكثر فعليا لا إحنا كنا أكثر فعليا هذه طريقة اللعب أو هذا الطريق المودي لا أقصد أننا محاولاتنا كانت أكبر على المرمى من كودفوار نسبة الأهداف المتوقع حتى تجدها واحد وثمانية لنا وواحد وثمانية لكودفوار فما فيش جاب كبيرة بنا وبينهم إحنا لدينا كمان كورة في العرضة لدينا أكثر من محاولة على المرمى فلا المنتخب النهاردة أعتقد أفضل ملتش لمنتخب بصمع كيروشيان